السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحلقة دي بإذن الله نشتغل على القطع بتاعة الدرس الثاني من الوحدة الأولى كتاب مرسي الصف الثالث السنوي صفحة 63 من كتاب مرسي بسم الله نبدأ القطع الأولى بتقول العنوان بتاعها كسك كسك فوفات كومسبوغ ماذا أنتم تمارسونا كرياضة ردوا مجموعة من الشباب دانيال وماريون وبيار ثلاثة من الشباب أول واحد دانيال قال جادور لسبور دي كيب أنا أعشق الرياضات الفريق أو الرياضات الجامعية جفت دي فوتبول دع لسنتر سبورتيف دي كارتية أنا أمارس كرة القدم في المركز الرياضي للحي السكني بتاعه يعني تمام جسوي لغاردية دي بي دي من كيب أنا أكون حارس المرمى يعني الجوان بتاع الفريق بتاعي جو في على انترونيمون كاتر جوغ باغ سمان بين دولان نيس كولاخ أنا أذهب للتدريب أربع تيام في الأسبوع أثناء العام الدراسي أو السنة الدراسية يعني تولي جوغ بين دولي فاكانس وكل يوم أثناء الأجازة تمام؟ يبقى أربع تيام خلال الدراسة وأكل يوم أثناء الأجازة جوان تخوند وثواثة بارجوغ أنا بتدرب ساعتين أو ثلاثة في اليوم دا دانيال وبيمارس كورات القدم ندخل على مغيون مغيون دا اسم بنت بتقول مو جفو دو تنس أنا أمارس التنس جسوي لا شامبيون دو نيس أنا أكون بطلة مدينة نيس مارفيل اللي هي مدينتي ساكنا في مدينة نيس تمام؟ سي جوغ سي تلك الأيام يعني هذه الأيام اللي احنا فيها جو مبريبا بور لشامبيون دو فرنس أنا أستعد لبطولة فرنسا يعني حصلت على بطولة المدينة بتاعتها وبعدين عاوزة توصل لبطولة الدولة نوت بخوشان في أغسطس القادم اللي هي تحصل فيها ايه؟ بطولة فرنسا ستان سبور باسيونان إنها رياضة معشوقة بالنسبة لها أو محبوبة بالنسبة لها آخر واحد بياغ بيقول بياغ بيقول بندوم الوازيغ أو بندومون الوازيغ أثناء وقت فراغي جو بقاتيك لو يوغا أنا أمارس اليوغا سو سبور ميد عايتر باسيون انغيلاكس هذه الرياضة تساعدني بأن أكون صبور وهادئ تمام؟ جو بقاتيك سو سبور دال الجرداء دو نوتر ميزون أنا أمارس هذه الرياضة داخل حضيقة منزلنا تمام؟ دي القطعة ندخل على الأسئلة بسم الله أول سؤال بيقول أول سؤال بيقول الوديكمون بخزنت الوثيقة أو القطعة اللي قراناها تقدم ده عبارة عن إيه اللي قراناها؟ أبل أو تليفون مكالمة في التليفون ولا دو ميل أمي إميلات بين الأصدقاء ولا إينا أنكات سيغل سبور تقرير أو بحث عن الرياضة ولا غيبورتاج سيغل لسي تقرير عن المدرسة السنوية طبعا الإجابة هي نموغو سي إينا أنكات سيغل سبور تقرير عن الرياضة سؤال الثاني بيقول دانيال بخاتيك عن سبور دانيال يمارس رياضة نوعها إي يعني إيه الرياضة اللي بيمارسها؟ هو دانيال بيقول جفو دي فوتبال أنا بمارس كرة القدم طب كرة القدم دي رياضة نوتيك ولا انديفيدوال ولا كولكتيف ولا فيولان طبعا الرياضة كولكتيف جماعية وليست مائية نوتيك ولا فردية ولا عنيفة ثلاثة بيار فوت يوغا بيار يمارس اليوغا فين؟ أو جيميناز أو كلوب دي نيس شي دانيال شي لوي هو قال في القطع أنا بمارسها في حديقة المنزل إذن إيه اللي بيساوي حديقة المنزل؟ شي لوي عنده يعني في البيت مش شي دانيال ولا في صالة جيمناز صالة الألعاب الرياضية ولا في نادي مدينة نيس سؤال أربعة بيقول إن فاكوانس دانيال سانترس في الأجازة دانيال يتضرب هو قال أنا بتضرب في الأجازة هو قال بتضرب في الأثناء العام الدراسي كل يوم أبرضون أربعة يام أما في الأجازة بيتضرب أربع أبرضون بيتضرب كل يوم ففين كلمة كل يوم في الأربع اختيارات تولي جوغ مش بندون سان الوزير أثناء وقت فراغو ولا كاتر جوغ باغ سمان أربعة يام في الأسبوع ولا إين فا باغ سمان ولا مرة في الأسبوع تمام؟ نكمل سؤال خمسة بيقول ماريون تستعد بشكل جيد لبطولة بطولة بطولة فرنس لشامبيونة دي فرنس لأنها حصلت على بطولة المدينة بتاعتها اللي هي مدينة نيس ونفسها تحصل على البطولة فرنس ولا اللي شامبيونة دي موند دي موند بطولة العالم ولا لتغنوى سكولير الدوري المدرسي سؤال 6 بيار بخاتيك لو يوغا بيار يمارس اليوغا امتى أو يعني هو قال فوق أنا بمارسها أثناء أوقات فراغي طب فين لبيساو أوقات فراغي في الأربع اختيارات كان دي لليب انفاكنز دي توت لا سمان كاترو جوغ باق سمان الأولى صح كان دي لليب عندما يكون حر بلا مشاغل فاضي يعني فهو بيقول أثناء وقت فراغي يبقى اللي بيسويها عندما يكون حر أو بلا مشاغل مش انفاكنز دي أجازة الصيفية ولا توت لا سمان طوال الأسبوع ولا كاترو جوغ باق السؤال السبع يقول اليوغا ايد بياغ اليوغا تساعد بياغ بان يكون قاله في القطع اني نكون هادئ وصبور فايه اللي بيساوي كلمة هادئ او صبور نشوف ما بعض معناها عصبي غير صبور فدول مش ينفعوا طب غوغمو اكل يعني بيأكل كتير ولا كلم هادئ طبعا الاجابة الصحيحة كلم بتساعد اني يكون هادئ في القطع التاني بتقول ما هي مميزات او خصائص رياضتك المفضلة رده اثنين جوليان وانسان جوليان بيقول جفو دو لسكالاد انا امارس تسلوغ الجبال ست ان صبور فيولان انها رياضة عنيفة او خطيرة جلو بخاتيك دو فوا بغ موى انا امارسوها مرتين في الشهر بوغ فرص صبور لكي امارس هذه الرياضة جمي ان كسك بغ 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 تجي لاتات انا ار تديرا الهي خوزة كسك خوزة لكي احمي الرأس يل مي فو اصي ان كورد اي دو جان يل زموني ايضان كورد الوحابل اي دو جان او فزات هذه الرياضة تعتمد على صعود او ركوب الجبل حتى القمة مي اتنسيون ولكن انتبه اني فو با رغ دو امبا لا يجب ان تنظر الى الاسفل يعني اثناء تسلوغ الجبل بينصحك بيقولك ما تبصش الى الاسفل تمام؟ ده جولياو بيمارس الاسكالات تسلوغ الجبل وانسان بيقول ججو او فوتبول انا بلعب بكرة القدم ستانجو دو كيب انها رياضة فريق يعني بتلعب بشكل فريق السبور سجو او بيه سان ستوليزي لما هذه الرياضة تلعب باليد بردون بالقدم دون استخدام اليد يبقى اتوليزي يستخدم نكتم الكلمات الصعبة معنا او الكلمات الغريبة شوي يعني انها تمارس على ارض الملعب بكرة وبين فريقين فريق يتكون من 11 لاعب الابجوكتيف دي شاك اوكيب هدف كل فريق يعني الهدف اللي نفسه يوصل لكل فريق بان يحرز هدف داخل جون الخصن او داخل المرمى الخصن بغلوب خاطيكي لكي نمارسها الف ميفو يلزموني امبالو ايد باسكت يلزموني كرة وباسكت حزاء رياضي اه تكلمنا قبل كده وقلنا حزاء رياضي باسكت لو جات على هيئة الجامعة كده بتجي بمعنى باسكت حزاء رياضي اما لو جات مفرد بدون الاس بتجي معنى كرة اسل تمام نتخل على الاسئلة سؤال تماني بغول لدي كمو اي الواسي قاتكون عبارة عن اي القطع اللي غرانها انفورم سر لسپور اندسسسان سر لسي انميل انتر امي انانس اه القطع بتكلم عن الرياضة اذا هنقول انفورم سر لسپور اللي هي اه منتدى على الرياضات مش مناقشات على المدرسة ولا ايميل بين الاصدقاء ولا اعلان تسا ذنسا بخاتيك ذنسا يمارس لسكالات انسبور فيولون انسبور كولكتيف لاناتاسيون زي ما قلنا في القطع فوق ذنسا بيمارس كرة القدم اذا يمارس رياضة اينو عهن رياضة جامعية انسبور كولكتيف وليس تسلق الجبال ده جوليان اللي بيمارسه ولا رياضة عنيفة ولا السباح سؤال عشرة جوليان بخاتيك سنسبور بروفغي جوليان يمارس رياضته المفضلة جوليان بيمارسه وضيب اين المكان جوليان فوق جالينا بيمارس تسلق الجبال اذا بيمارسها اين على كامباني على مار على مونتان وكلب دو كارتية ربعا على مونتان في الجبل مش في الريف ولا البحر ولا في النادي الحي الثكني سؤال 11 لفوتبول سجو ا كرة القدم تلعب ب كم لاعب عدد اللعيبة 11 جو 11 لعب زي ما هو قال في القطع فوق او المعلومة العامة ان احنا بنلعبها ب11 لعب وليست 6 لعيبة ولا 10 ولا 9 سؤال 12 بيقول سؤال 12 بيقول بوه جو افوت لكي نلعب كرة القدم او نعب بزوان نحن في حاجة بزوان افوغ بزوان يعني يحتاج الى نحن نحتاج الى كرة القدم دو مايو دو پا ولا دو كورد ولا دو كاسك ولا دو بالون طبعا كرة القدم بنستخدم فيها البالون الكورة اما كاسك خوزة مايو دو پا ما البس البحر المايو كورد حبل سؤال 13 جوليان في دو الإسكالات جوليان يمارس تسلق الجبال بيقول اه دو جو بغ مو ولا دو فوا بغ سمان ولا طولي جو ولا بندو لفاكنس دي هو قال في القطعة بيمارسها مرتين في الشهر يبقى احنا هنقول الاجابة الاولى دو جو بغ مو يومين في الشهر مش مرتين في الاسبوع ولا طولي جو كل يوم ولا بندو لفاكنس دي اثناء الاجازة الصيفية في القطعة التالتا دي عبارة عن رسالتين ما بغتين من بين جيران تمام بين جارين الريسالة الأولى من موسيو بنوى بغول من شير وزن جاري الازيز جفو دي جو جو طولي ماتن أنا أمارس رياض ترق كل صباح جفو أمارس دي تنس دي سكواش دي ول جادور سا أنا أمارس أيضن تنس و سكواش و كورة تطايرا أنا أعشاق ذلك مزان فون بكو دي سبغ أطفالي يمارسون العديد أو كثيرا من الرياضات مفي جولي ابنتي جولي في دي لانتس تمارس السباحة ومفيس جاك وابني جاك في دي جودو يمارس الجودو بغم فام ليا وبالنسبة لزوجتي ليا السكوب سلم على ميزو و على كوزين هي تعتني فقط بالمنزل تعتني فقط بالمنزل و المطبخ يلا با لطن دو فار أو كاسبور هي ليست لديها وقت لتمارس أي رياضة نحن 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 نكون جودو هنا في الحي السكني جاك سأل سأل سي يوجد في الحي السكني دا سيد بنو باعت الرسالة لجارو جارو اسمه موسي غنو السيد غنو رد على الرسالة بتاعت السيد بنو وقال له بونسوار من شغي مساء الخير يا عزيزي نحن نحن نكون نحن نحن نكون سعادة بأن نكون لدينا جيران مسلكم زورفا مسلكم موس أما فامي أنا وعا إلتي نحن 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 نمارس أيضا العديد أو الكاسير من الرحيضات دو تنس دو دو جو گينگ دو باسكت يوجد يوجد نادي للهوايات أو يعني القضاء وقت الفراغ مع بحيرة قبل المنتزة يعني الموقع بتاع هنا نستطيع عمل العديد أو الكاسير من الأنشطة لساميدي لساميدي ناديد 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 السبت نحن سوف نكون كلنا أو سوف نتسلى كلنا تمام ندخل على الأسئلة بقى سؤال الأول بيقول بنوى أنفو عن اسم اس بنوى أرسل رسالة رسالة قصيرة إلى اللي هو سيد بنوى رسل الرسالة لمن صديقه ولا زوجته ولا أخوه تمام السؤال الثاني بيقول السيد بنوى يمارس سباق من نوع أفيلو درجات أشفال بالحصان سباق يعني الخيل أموتو متوسيكلات أبي طبعا أبي سباق الجري لأنه قال أنا أمارس جوغينغ اللي هي رياضة الركض إذن هي بتساوي كلمة أبي ثلاثة الجيران يمارسون سباق الجري عندما بيعملوا سباق الجري إمتى عندما تسقط سلجا يعني تمطر تلج الجو جميل عندما يكونوا مشغولين طبعا الإجابة الصحيحة عندما يكونوا جميل أربعا ميسيو رونو كنسي أبي نوى دو أسايد رونو نصحة بنوا بي أن سويف أن رجيم جوه أو بسكت نو أبا تسيب أو كلاب تسيب أين كورس أبي أبا الإجابة الصحيحة تسيب أين كورس أبي أل مشاركة نصحة أبي أبل مشاركة في صباق الجري مش الأولى أنه يتبع رجيم غزائي لا ولا بيلعب بسكت لا برضو نوى با با بقل يشارك في النادي طبعا لا طب نحط 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 بعدين المصدر تمام سؤال خمسة بيقول نعم دائما لا نعرف لا نعرف لا نعرف دي بنختارها إمتى لما مكونش المعلومة ظاهرة أصلا في القطعة أو في الوثيقة فبنقول لا نعرف تمام باقي الأسئلة سؤال ستة وسؤال سبعة سؤال ستة بيقول دالو كلوب دو كارتية في نادي الحي السكني ام بروبوز هم يقترحون كم نشاط أو اين نشاطات اين سول اكتفيته نشاط واحد سول يعني واحد ولا دو جنغ دو سباغ نوعين من الرياضة ولا تغوى سباغ تلت رياضات ولا بوكو دو سباغ طبعا الإجابة الصحيحة بوكو دو سباغ زي ما قال في القطعة العديد من الأنشطة سؤال سبعة جولي ام فاغ جولي تحب ممارسة ناتاسيون سباحة باسكت اللي هي كرة السلة جوجينغ الركض كويزين الطبخ يعني بتحب تمارس الطبخ طبعا جولي قال في القطعة انها بتمارس لناتاسيون السباحة القطعة الرابعة صفحة ستة وستين دي عبارة عن ايميل من أول نظرة ليه ايميل من مبعوث من نيكولا إلى بيار والموضوع انسكريبسيون دانزان كلاب التسجيل في أحد الانديان طبعا يبقى بيار نيكولا بيكلم بيار بيقول له بونجور بيار جو فيان دوليغ توني مال سمتا انا توان قرأت ايميلك هذا الصباح دات الزمن طبعا زمن الماضي الحديث اللي بيتكون من فينور دوزا دوزا دو المصدر وبنترجم فيان دو مش بنترجمها بمعنى يأتي لا بنترجمها بمعنى توان ماضي حديث يعني توح حاصل الموضوع او الحدث جو فيان دوليغ توني مال سمتا انا توان قرأت ايميلك هذا الصباح تونيغ صعيد تونيغ دان 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 ان فرانس أنت توريد أنتسا جل في احد المر irgendwann الرياضية في فرنسا جو beam شخش أنا بتحسط جيدان جو تونيغ ام زؤف gigs دان دان ítس وانت او لenses جل فينا دي مدينة دان 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 لكب د فتبال في فريق كرة القدم هذا النادي يهتم كثيرا بالمبتدئين التدريب يحدث أو يحصل يعني كل يوم سوف يحدث ما عدا يوم الأحد التدريب هو يعني عادة التدريب اللي متكلم عنه هو بيبدأ بعد اليوم الدراسي يبدأ الساعة 15 من الساعة 15 ليه الساعة 3 يعني 3 للعصر وينتهي حوالي الساعة 18 ليه الساعة 6 يبقى من الساعة 3 للساعة 6 المغرب يعني 3 ساعات لانترينمان كمانس بار ديز اكسرسيز فزيك بور 30 مينيتي التدريب يبدأ بي تدريبات بدانية لمودة تلاتين داقية نوس ساعة اللي كلب تبرمو ديز اكسرسيز فزيك بيان تشارك في مصابقات ضد الاندية الأخرى أخر يعني الأخرى بالنسبة لسعر التسجيل في الناد يعني إنه مجانا بقى كلمة جديدة معانا نكتبها مجانا ولكن يعني بشرط يجب أن يكون لديك يعني طالن يعني موهبة تمام يعني لازم تكون موهوب أنك تدخل يعني بدون مقابل أو يعني مجانا نو بلي بفادة بوغتي لاتيني دو كلاب لا تنسى أن تحضر الزي الخاص بالنادي عبارة عن عن تشيرت غوج اي نواغ تشيرت أحمر فسود اما يو نواغ وشورت أسود ادو باسكت جون وأحزية رياضية صفرع تنكوبا نيكولا صديقك نيكولا تمام ندخل بقى على الأسئلة السؤال الأول بيقول نيكولا اقترح على بيير بأن يلعب كرة القدم يمارس كرة السلة التسجيل في نادي باريس اتباع ريجيم طبعا نيكولا اقترح على بيير بأن يلعب كرة القدم طب منك الواحد يقول لي بأنه يسجل في النادي تمام هو نصحه بأنه يسجل في نادي ولكن نصحه بيسجل في نادي نيس مدينة نيس وليس مدينة باغي اللي هي باريس تمام سؤال التسعب يقول بيير سوف يتضرب كام يوم هو قال كل يوم معادي يوم الأحد إذن كام يوم في الاسبوع ست يام في الاسبوع اللي هي سي جور بغضان دي ست يام في الشهر لا احنا عاوزين ست يام في الاسبوع اللي تحتها اللي هي نمغود ده سي جور بغ سمين ست يام في الاسبوع سؤال عشرة التسجيل في النادي يكون بفلوس يعني غالي ولا رخيص ولا بميت يورو سنت يورو بغ مو بميت يورو في الشهر ولا غاتويت مجانا ولا موان شهر رخيص ولا شهر غالي طبعا هو التسجيل غاتويت مجانا سؤال 11 بيير دواب ماتر لكي يتضرب بيير يجب ان يرتدي اما يو دو بان ولا دو باسكيت نواغ ولا اون تيشيرت بلو ولا اما يو نواغ طبعا اما يو نواغ هو ده اللي قاله في القطع اما الاولى ما يو دو بان ما يلبس بحر لا هو هي مارس كرة القدم مش هيلبس ما يلبس البحر ولا حزاء اسود لا هو قال حزاء اسفر ولا تيشيرت ازرق لا هو قال التيشيرت احمر في اسود طبعا الاجابة الصحيحة اما يو نواغ شورت اسود تمام ده سؤال رقم 10 سؤال رقم 11 بيقول احنا اللي حلنا دلوقت سؤال 11 ندخل على سؤال 12 و13 تمام اخر سؤالين سؤال 12 بيقول التدريب يبدأ في اي فترة يعني قبل المدرسة بعد المدرسة يعني بعد اليوم الدراسي بندولاج غنيسكولاغ اثناء اليوم الدراسي ولا قادي زويتاخ ساعة 18 اللي هي الساعة 6 طبعا ابغليكول بعد اليوم الدراسي سؤال 13 لانتخين مو ديوغ التدريب يستغرق كم ساعة هو قال من الساعة 15 للساعة 18 يعني من الساعة 3 للساعة 6 ازا الساعة 3 للساعة 6 كام ثلاث ساعات توازير وكده خلصنا القطع وانتظرونا في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياريت لو عجبكم الفيديو تشيروه بين صحابكم يعني عشان الفايدة تعم الجميع بإذن الله وياريت لايك للفيديو لو عجبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتظرونا في الحلقات القادمة يعني ان شاء الله احنا نوين نشتغل على كتاب مرسي ونخلصه وندخل على المراجعة برضو من كتاب مرسي يلا السلام عليكم au revoir اشتركوا في القناة